وينضم إلينا من بغداد ميثم الجناحي مراسلون وتحديدا من موقع مجسر ساحة عدن أهلا بك ميثم معنا أبدأ معك ميثم من ساحة عدن أين وصلت المراحل النهائية لمشروع مجسري عدن وصنعاء ومتى الموعد النهائي لإدخالهما الخدمة تفضل ميثم نعم تحية طيبة العمل في مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء وصل لمراحل متقدمة والشركة المنفذة تضع اللمسات الأخيرة لإنجاز المشروع المجسرات اكتملت بشكل كامل تم إكساءها بالطبقة الأخيرة من الإسفلت أيضا تم نصب الأعمدة لنارة بشكل كامل يجري الآن تخطيط المجسرات وأيضا هناك أعمال تتعلق بالمقتربات وهناك أعمال أرضية هناك أيضا متابعة من قبل وزارة العمار والإسكان وأيضا من دولة رئيس الوزراء من أجل إكمال مشاريع فك الاختناقات ربما مشروع ساحتي عدن وصنعاء من أكبر المشاريع وأيضا هذا المشروع فيه مشاكل كبيرة رافقت العمل خاصة فيما يتعلق نعم وجه الزميل المصور ليطلعنا أكثر على تفاصيل العمل ومراحل الإنجاز نعم يعني الآن الصورة من المجسر القادم من بوابة الكاظمية باتجاه شارع الصحة أيضا أعمال كبيرة تنجز والعمل مستمر من قبل الشركة المنفذة المهندس عصام ناجي مدير الشركة المنفذة يتحدث عن العمل في المشروع يعني احنا شاهدنا أستاذ عصام بما يتعلق بالمجسرات اكتملت بشكل كامل ما هي الأعمال الجارية يعني في هذه الفترة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تقاطع عدن وصلعاء في المراحل النهائية بالنسبة كجسور اكتملت بالكامل كمرحلة تخطيط الشوارع الآن أعملت الإنارة بالنسبة مكتملة نقاط تصريف مياه الأمطار مكتملة فمنجسرات على طول أكثر من 1500 متر مكتملة بالكامل واصلة إلى مرحلة تخطيط الطرق أيضا بما يتعلق بأعمال المقتربات الأعمال الأرضية نحن شاهدنا الباور كاربار الأرصفة الحدائق مكتملة بشكل يعني جيد لا بأس بها ربما أنجزت بشكل كامل بالتالي يعني جسم الطريق أيضا مكتمل ماذا تبقى من أجل نعم إذن مشاهدين مجسر هذه الصور مباشرة من ساحة عدن لمراحل العمل في هذا المشروع ولطلع أكثر على تفاصيله ومراحل إنجازه كان معنا مراسلنا ميثم الجناحي حيث نشاهد مشاهدين نسب إنجاز متقدمة في هذا المشروع من ساحة عدن حيث تخطط نسب الإنجاز التسعين في المئة إذن هذه الصور مباشرة من شاشة العراقية الإخبارية لموقع العمل من ساحة عدن لمشروع مجسري عدن وصنعاء حيث بلغت نسب الإنجاز تسعين في المئة والآن نعود إلى مراسلنا ميثم الجناحي ليكمل ما كان فيه نعم أيضا الأعمال تتواصل فيما يتعلق بالمقتربات هناك خمس مقتربات الأعمال اكتملت في أربعة منها بأطوال لكل مقترب ربما أكثر من ثلاثمائة متر وبالتالي هناك إنجاز ألف ومتين وخمسين متر من مجموعة ألف وستمائة هذا بما يتعلق بالمقتربات أيضا الأعمال السطحية أكملت بشكل نهائي الأرصفة والمقرنص والحدائق لم يتبقى سوى الطبقة الأخيرة من الإسفلت وبذلك ينتهي العمل بهذا المشروع الذي ربما يفتتح خلال نعم هل هناك موعد محدد لاستتاحه؟ نعم تفضل لا يوجد هناك موعد محدد يعني هناك يمكن أن نشير إلى اكتمال العمل خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتالي ربما يفتتح خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة إذا ما علمنا بأن شركة المنفذة ودائرة المهندس المقيم ووزارة العمار والإسكان تتابع العمل بشكل مستمر وهناك إنهاءات في هذا المشروع تتعلق بالطبقة الأخيرة من الإسفلت بما يتعلق بالطرق الأرضية وأيضا إكمال عمليات تأثيث الشارع من إنارة وأيضا تخطيط ونصب مصاطب الاستراحة وبذلك سيكون هذا المشروع ربما خلال الأيام القليلة المقبلة كامل أو منجز بشكل مئة بالمئة وبالتالي ينتظر الافتتاح خلال نهاية هذا الشهر شكرا جزيلا